في تعليم العمرانية وهي المشكلة مش في تعليم العمرانية بس هي المشكلة في يعني على المستوى القومي عندنا مشكلة في عدد الفصول في المدارس الرسمية للغات هذه المدارس اللي هي يعني كانت فكرة نجحة ولكن يريد البعض عرقلة هذا النموذج والوصول للنموذج تاني لمدارس تانية بمصرفات أعلى وما إلى ذلك ولكن في العمرانية تحديدا فيه وقع مشكلة كل السنة أن ما فيش فصول تستوعب الأعداد المتقدمة وتحديدا في الجيزة يمكن الجيزة من أعلى الكسفات ومشكلة التحولات أنت ممكن تلاقي نفسك ساكن في العمرانية والتنسيق بتاع ابنك اللي في الكيجي يجي له في الشيخ زايد ودي حالة بعينها لحد اسمه محمد طه فحاب يحول ابنه من الشيخ زايد لمدرسة في العمرانية جنب بيته وفيه أولاده اللي لم شامل الأسرة ما هو واحد في العمرانية هيجي الشيخ زايد إزاي وطفله صغير خمس سنين فراح لمديرة إحدى المدارس في إدارة العمرانية وقال لا أنا عايز أحاول إيه؟ قلت له عناية بس كده أنت تؤمر بس تعايزين شوية حاجات تعملها لنا قال لها عناية أو أموريني الراجل بدأ يعمل لدرجة أنك بتطلب منه حاجات شخصية صورها وصورك جوزة وولادها والكلام ده واعملي اليافطة الفلانية واعملي الحتة العلانية الراجل عمل حاجات كتير جدا وبعد شوية معلش مش هنحول لك ابنك قال لا 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 يا جماعة ازاي؟ معلش والله ما في حين طبعا أن في ناس تانية بتتحول كده يعني المضوع تحول للتحقيق هو اشتكى في يعني إدارة التعليمية للعمرانية والمضوع تحول للشؤون القانونية وعلى ما أعتقد تم إقافها زي المديرة لحين انتهى التحقيقات وده إجراء قانوني ولكن لما تبقى المديرة بقى دي للنهار في مكتب مدير الإدارة يبقى هنا في علامة استفهام بقى ترجمة نانسي قنقر